حضرتك سيدنا طلعت المصادر التي توصف بأنها متشددة أريد عند السنة والشيعة وأنت استفضت بالنسبة للشيعة أحسنتم بس أكو نفس الشيء بالنسبة للسنة أكثر أكثر وتوسعة أريد الجانب الآخر الذي لا يحكم بالكفر هم من البداية من الأصول إلى الفروع منه الاتجاه الذي لا يحكم بالكفر خطابة أهلا الجواب إذا تسمح لي قبل أن أبين في الاتجاه المقابل أنا أتصور لا بد أن نبين جذور هذه الفتاوى من أين وجذور هذه النظريات من أين يعني لماذا أن الاتجاه السني ذهب إلى ماذا إلى تكفير من لا يعتقد بمبانيه وبمشروعية الخلافة أو ما يعتقد هو بمشروعيته ولماذا أن الشيعي أيضا ذهب إلى تكفير من لا لا يعتقدوا بمشروعية ما يعتقدوا به ليش شين المنزل الجذر أين أعزائي يوجد هناك جذر معرفي وجذر روائي روائي أما الجذر المعرفي الجذر المعرفي هو أن كل واحد من هؤلاء الأعلام اعتقد عندما يصل إلى قراءة في النص الديني هي الحق والحقيقة نعم وهذا الذي إذا تتذكرون في الحلقات في الحلقات التي قلنا بأنه ينبغي في الحوار ألا تتصور أن الحقيقة فيه جيبك الأصغر أو الكبير ملا وإلا إذا اعتقدت هذا يكون كل حوارك مع الآخر كيف تقنعه أن يأتي إليك مو كيف تقتنع أنه قد تكون الحقيقة موجودة عنده أو توصلون إلى أرض مشتركة أبدا أنت كل همك وجدالك ومحاججتك وحوارك ودعوتك وتبليغك كله كيف تجره إلى ماذا؟ إلى الحق إلى الذي أحسنت من الحق الذي أنت عليه إلى الفرقة الناجية إذا هذا الجذر المعرفي هذا الأساس العالي فيه إذن في أي حوار تريده بين أي جهة إذا هذا الجذر المعرفي لا يحل يمكن الحوار أو لا يمكن يغلق باب الحوار مغلق مغلق كما الآن مغلق باب الحوار وإذا توجد حوارات في صالونات وجلسات وذهاب وإياب ومؤتمرات وكذا لا تنتج حتى لا قيمة لا حتى الورق الذي كتب عليه ذلك أنتجت نتيجة الآن في 17 سنة في العراق عزيزي عندكم الآن كم مؤتمر للتقريب صار بين المذاهب الإسلامية وبين الحركات السياسية وغيرها أنتجت شيئا أو لم تنتج على أرض الباقع المشكلة العزالة لماذا؟ لماذا؟ يعني كل هؤلاء عملاء لا والله كل هؤلاء مغرضون لا والله كل هؤلاء مرضى لا والله لكن ولكن عدهم مرجعية ماذا؟ مرجعية دينية تقول له معرفية هذا المعرفية الرواية هذه المعرفية وأما الروايات وأما الروايات الروايات نحن أثبتنا الموروث الرواي بين النشأة والتأثير أن التكفير من شأه النص الرواي للنص القرآن يعني أنت لا تجد في القرآن آية واحدة دالة على أنه من لم يعتقد باعتقادك يجب تكفيره وقتلهم لا يتج لكن بل القرآن بل القرآن تكلم بلغة الأمة لا بلغة المذهب قال ماذا؟ قال إن هذه أمتكم أمة وحي واضح؟ مو إن هذه ماذا؟ لازم نحقق مفهوم الأمة بس نحن مبوات مبوات لا 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 مقصودي إذن الأشياء لا يقولون نحن الأمة يقولون نحن ماذا؟ المذهب الحق وأهل التسنة أيضا لا يقولون نحن الأمة يقولون ماذا؟ نحن الفرقة الناجي عودا على النص القرآني بل النص القرآني ربما أنا لم أتأكد حضرتك أعرف مني بهذا الموضوع ربما ما دعا إلى قتل المختلف بل لكن دعا إلى قتل الكافر الجواب يعني أنطي الجواب الجواب لا بد قاعدة عامة إذن عزيزي هذا عنوان مستقل يعني ماذا تفعل بمئات الآيات تأييدا لكلامك بمئات الآيات التي دعت إلى ماذا؟ قاتل الذين يلونكم من الكفار أوضح من الآيات الواضحة قاتل الذين يلونكم من الكفار عزيزي أنا ماذا أتكلم الآن عن الكفار أنا دعا أتكلم عن ماذا؟ عن المسلمين فيما بينهم هذا كبحث آخر غير المسلم ما هي المسؤولية إزاءه أنا دعا أتكلم الآن تدخول عندنا الحوار داخل ماذا؟ وخلينا بالحوار أحسنتم أنا دعا أتكلم الآن داخل المنظومة الإسلامية والمعرفية الإسلامية أنا أتكلم داخل أين داخل الأمة الإسلامية أنا في وارد النقاش سيدنا كنتم فكر بالحلقة المقبلة أنه أناقش التحولات التي صارت عند السيد الحيدري بل جيد جيد لا مانع أقولها لكم فإذا ناقشنا أحسنتم وهو أنه أساسا لماذا أنا انتهيت إلى هذه النتيجة سؤالك سأجيب عليه إذن الجذر الأصلي للتكثير بين المسلمين إذا تكلمنا عن البعد المعرفي فهو الإيمان بأن كل طرف يملك ماذا الحقيق والحق هذا الجذر المعرفي والجذر النقلي أو الدليل النقلي هو الجذر الرواي أو النصوص الروائية من ضمن التحولات من ضمن تفضل سيد وهذا توجد خصوصا في مدرسة أهل البيت توجد فيها مئات الروايات إن لم أقل آلاف الروايات في تكفيري غير الشيعية الاثنى عشر هاتسي ترجمة نانسي قنقر